هي أول ست إصابات يعلن عنها من قبل وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة الذي قال أنه تم تسجيل هذه الإصابات في عموم البلاد هي خمسة في مدينة إزمير وواحدة في مدينة إسطنبول وزير الصحة التركي قال أن الأعراض على هؤلاء المصابين الستة هي طفيفة ولم يستدعي ذلك نقلهم إلى المستشفى ويجري متابعتهم في العيادات الخارجية السلطات التركية كانت شددت من إجراءاتها وفحوصاتها في المطارات منذ الإعلان عن أولى حالات أوميكرون في جنوب إفريقيا وتقوم بعزل أي حالات مشتبه بها قبل دخولها البلاد يأتي ذلك في وقت تسجل فيه تركيا معدل إصابات يقترب من 20 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا وذكر لنا مصدر طبي بأن معظم هذه الإصابات هي تعود لمتحور دلتا ولكن هنا تفاؤل بأن عدد الإصابات أخذ بالانخفاض مقارنة بما كان عليه الحال قبل أسابيع قليلة حيث كان مؤشر الإصابات يسجل أعدادا أكثر من 20 ألف إصابة كل 24 ساعة عدا عن حالات الوفاة التي كانت تتخطى 200 حالة يوميا الآن انخفضت إلى أقل من هذا العدد بقليل هنا أيضا تتسارع عمليات التلقيح والتطعيم لكافة الفئات العمرية بما في ذلك تم فتح باب التلقيح للأطفال من فوق خمس سنوات طبعا شريطة موافقة الوالدين والتعويل كبير على مسألة تسارع عمليات التطعيم التي سجلت معدلات تزيد عن 80% بين السكان من اسطنبول موفدنا محمد مشهراوي شكرا لك